مهما ابتكر تجار ومهرب المخادرات من أساليب لتهريب بضاعاتهم حتى لا ترصدها الأجهزة الأمنية إلا أن اليقظة الأمنية تحبط المحاولات فهنا وبمخبأ سرية أسفل حمولة أسمنت على متن شاحنة نقل أخفى تشكيل عصابي كميات من نبات البنغو بهدف تهريبها من شرق الغرب قناة السويس إلا أن الإدارة العامة لمكافحة المخادرات كانت ترصدهم وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسماعيلية تمكنت من ضبط أكثر من نصف طن من نبات البنغو المخادر وضبط سلاسة من عناصر التشكيل واستكمالا لجهود الرصد وتتبع لضبط باقي عناصر التشكيل تم ضبط 170 لفافة كبيرة الحجم من مخادر البنغو مخبأة بذات الطريقة أسفل حمولة سيارة بنتاكي مركز شرطة القنطرة شرق وضبط 2 من عناصر التشكيل